السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفاد الفائز بجائزة صناع الأمل أحمد الفلاسي بأنه يتواصل مع شركة متخصصة في الأطراف الصناعية في ألمانيا لتوفير أطراف صناعية لفتى الزرقاء بالمملكة الأردنية مضيفا اتفاقت مع الشركة على شرق أطراف أعلى جودة أمتاز بـ 14 حركة رغم ارتفاع سعرها وتم بالفعل تحويل المبلغ المطلوب للشركة في ألمانيا فتى الزرقاء حاليا في مرحلة طلق العلاج وإجراء الفحوصات سيتم لاحقا إجراء العملية له وتركيب الأطراف الصناعية والعين مشيرا إلى أنه تمكن أخيرا من التواصل مع فتى الزرقاء في الأردن ووالدته وجدته ما أبدأ لهم باستعداده بتكلفة ويتحمل رسوم الأطراف الصناعية له كما أشار أحمد الفلاسي بأنه يعمل منذ فترة طويلة على التطور والتبرع بمسلمات الطبية وعندما سمعت بحادث الشاب حاولت الاتصال بزويه حتى اتبرع له بالأطراف الصناعية مهما كانت تكلفتها لافتا إلى أنه يتواصل بشكل مستمر مع مسؤول مصانع الأطراف الصناعية في الصين ويمكنه توفير ما يلزم للشاب منها حتى يعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي كما كانت الجريمة البشعة التي تعرض لها الفتى في محافظة الزرقاء بالأردن شغلت الرأي العام الأردني وتفاعل المجتمع الأردني مع الجريمة البشعة قبل أن يتجاوز كما تابع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تفاصيل الواقع باهتمام بالغ حتى لحظة القبض على الجناة كده يكون خلص الفيديو اللي معنا وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة